ترجمة نانسي قنقر الذي يلحق الضرر بمصالح الدول العربية ويعادتهم إلى الحظن الخليجي العربي رأى الدول التحالف الرباعي في الخامس من يونيو عام 2017 وبعد محاولتين لاحتواء النزق القطري في عامي 2013 و2014 أن خيار المقاطعة مع هذه الحكومة هو السلاح الأمضى لكف الأذى الذي يتفنن النظام السياسي بقطر في صناعته في الواقع أن السنوات الثلاث والنصف التي مضت حتى الآن من عمر المقاطعة عمل فيها الإعلام القطري بقيادة قناة الجزيرة دون هوادة على خلخلة ثوابت قيامية من خلال حملاتها الإعلامية المنظمة ضد دول التحالف الأربع ووسع من مساحة الجفاء بين الدول على مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية وبنى ما بنى من جدران العزلة بين هذه الدول ليسد كل قنوات التواصل الدبلوماسية ويفتح قنوات القذف والشتم التي خاضت في كل المحرمات يجري كل هذا في الوقت الذي كان من المفترض أن تضع فيه السلطات الحاكمة في قطر هذه السنوات تحت مجهر الشفافية لاستخلاص العبر من رقام الممارسات الخاطئة التي أتتها ضد حكومات ومجتمعات الدول المتحالفة التي لا ذنب لها إلا أنها تصدت لإرهاب اتخذ من الدوحة منطلق ووجد في حكامها الحضن الدافئ والممول السخي الذي ينفق بلا حساب حتى هذه اللحظة لا توجد مؤشرات أو مقدمات تشي بأي تعديل في السلوك القطري لتهيئة الرأي العام في البلدان الأربع وبلد الأزمة للانتقال إلى وضع أفضل بل على العكس من ذلك فإن الممارسات القطرية التحريضية لم يطرأ عليها تغيير إلا بزيادة جرعات التحريض الإعلامي القطري والإيغال في العدائية ضد هذه الدول بأشكال متنوعة لا آخر لها في ضوء ما تصر القيادة القطرية على اعتماده من سياسات عدائية اليوم بات الرأي العام مثقلا بمعطيات ما تنتهجه سياسة حكومة قطر من عدائية واضحة ومن سلوك شاء على كل المستويات وإذا منطلقنا من انتهاكات السلطات القطرية ضد مملكة البحرين مثالا لتعذر حصرها لكثرتها وتعدد أشكالها بل إن المتابع لا يلاحظ في هذه الأيام ازدواجية في المواقف وأشكالا عجيبة من التناقض بين الأقوال والأفعال ففي الأيام التي تروج فيها قطر للمصالحة في دعاية إعلامية فجة تعتدي في وقاحة عجيبة على بحارة لا ذنب لهم غير أنهم بحرينيون الحادثة الأخيرة حلقة جديدة من مسلسل اعتداءات طفولية سمجة تعرض فيها أكثر من ألفي بحار إلى صنوف من الاعتداء تعددت أشكالها بدءا من المطاردة في عرض البحر ومصادرت 650 قاربا وحجز بحارتها لمدد تزيد عن الشهر وتغريمهم الأموال وصولا إلى رفع السلاح الذي أسفر عن قتل أحد البحارة وإصابة آخرين بإعاقات دائمة الأدلة القاطعة على نية النظام القطري المبيتة في الإطاحة بأي مبادرة تذهب في اتجاه المصالحة مع دول التحالف الأربع كثيرة وتعددها تجاوز المدى لتتحول عدائية النظام القطري من السر إلى العلن ترجمة نانسي قنقر